من وجهة نظر فهمي أنا السابنت ماسك هو وسيلة بتعمل define للبوردرس الخاصة بالشبكة فبمعنى آخر أنا بستخدم السابنت ماسك أقدر أن أنا أقارن جهازين في الشبكة أقدر أعرف هل هم مع بعض في نفس الـ local area network ولا لا دي أول حاجة طيب العملية دي بتتم إزاي؟ بتتم مثلا لو أنا اتحطيلي المثال دوت الـ IP address ده والـ IP address دوت وعايز أعرف هل الجهازين دول جوه نفس الشبكة ولا لا ما أقدرش أن أنا أجاوب في المطلق وأقول الأثنين في نفس الشبكة لازم يكون معي معلومة هو إيه الموسك بتاعهم فيترد علي مثلا الموسك بتاعهم بهذا المنظر لازم بقى أعرف هو أنا إزاي أعمل عملية تعرف باسم الـ ending أو الـ XOR عملية الـ ending و الـ XOR دي يا بشوهندس أنت بتمسك كل أكتت أو كل جزء من الـ IP address وتبدأ أنك تحول دي من صيقة الدوت الـ decimal أو من شكل الـ decimal دوت للشكل الـ binary وتحول الجزء المكافئ في الموسك من الـ decimal للـ binary وتبدأ في الـ XOR لو واحد المقابل لرقم واحد بتنزل بواحد لو صفر مقابل لواحد بينزل بصفر لو صفر مقابل صفر بينزل بصفر هي دي عملية الـ XOR أو هو ده معناها المهم دلوقتي إيه؟ أن انت بعد ما بتنزل بالقيم دي بترجع تاني تعوض عنها بالأرقام المكافئة لها على خط الأعداد اللي هو كان 128 64 32 16 8 4 2 1 قل لحد دلوقتي في مشكلة في الكلام ده تمام؟ طيب خلينا نشوف مثال ونعرف احنا ازاي هنحدد الـ 2 دول في نفس الشبكة او لا احنا ممكن نفتح الـ Excel عشان يبقى النظام معنا مرتب أو الصورة مرتبة شكل أكثر زي ما قلت هو أهم حاجة في الـ SubNetج عموماً ان انا أبقى عارف هي الـ 255 المكتوبة دي بتعبر عن ايه؟ انا عارف ان الـ 255 دي هي مجموع الـ 8 بت اللي كانوا موجودين اللي هم من الـ 128 الـ 64 الـ 32 الـ 16 الـ 8 الـ 4 الـ 2 مجموحهم مع بعض بيساوي 255 وانا عشان مثلاً اشوف هم بقى الـ 192 دي الرقم ده اصله ايه هنا؟ بروح جاي اشوف هو مجموع كام من الانقام دي بيساوي 198 فاعوض اصاده برقم واحد فمثلاً هنا 192 دي هي مجموعة 128 زائد الـ 64 فاخط واحد تحت الـ 128 وواحد اصاد الـ 64 والباقي كله اصدار ودلوقتي عايز او اعوض عن المثل 55 فلاقي ان المثل 55 هي عبارة عن مجموع كل الارقام دي خليني بس كده عامل ايه؟ ازود كده رو واقول ان ده هنا بيساوي 255 وده هو اللي بيساوي 1952 فراح جاي عشان اجيب مجموع مثل 55 هي كلها عبارة عن ايه؟ وابدأ بقى عملية الـ XOR يعني واحد بواحد بواحد واحد بواحد بواحد واحد وصف صفر واحد وصفر بصفر فلاقي ان اي حاجة بالظبط ولا ان مجموع ده هو 192 ده اللي يخليني اقولي يا مشوهندس اقول ان انت لما بتيجي الطابق IP بالجزء اللي اصاده في الماسك لو لقيت اصاد الـ IP Address او الجزء ده الماسك 2255 ينزل زي ما هو معي؟ ولا مش معي؟ يعني ايه؟ كان في كده حاجة بسيطة جدا لو انت بتبص على IP Address وعايز تعرف على طول هو الماسك بتاعه او معلقة صح الشبكة عاملة ازاي؟ فبتدور على كل اكتت في الـ IP واتكرنه بالاكتت المكافئ ليه في الماسك فحنا بنتكلم منها في الاكتت رقم واحد من الشمال ونشوف الاكتت رقم واحد من الشمال برضو في الماسك فلو لقيت ان الماسك 255 اللي هي فانزل بالاكتت زي ما هو احنا دي نزلناها ازاي زي ما هو الاسبات الرياضي بتحول ان انا عوضت عن الماسك بكل لايه؟ كله بوحيد لان الماسك 55 دي معناها ان هي كلها ايه؟ واحد بالزبط كده طب انت بقى دلوقتي انا فهمتك هي ليه بتنزل زي ما هي؟ لان احنا لما حولنا الماسك بكل وحيد حيطابق اي واحد موجود في الـ IP Address فالنتيجة نزل زي ما هو فعلا حلو لحد دلوقتي الكلام فاحنا كده بمعنى صح بقى معانا تريك عارفين ان اي حاجة موجودة بتنزل قدامها 2550 بتنزل زي ما هي؟ فالـ 165 هتنزل برضو زي ما هي الواحد اهي؟ واهي؟ هتنزل برضو ايه؟ زي ما هي الازمة بتاعتنا بقى هتكون في اخر اوكتت لان هو الوحيد اللي مفيش رقم كام؟ متين خمسة خمسين مزبوط دلوقتي الاوكتت اللي هو فيه صفر هيبقى فيه كم صفر مقابل في خط الاعداد دوت؟ فاهم سؤالي؟ ولا لا؟ بالضبط الصفرة هيكون كله اصفار يعني معنى كده ان انا لو جبت اي بقى IP Address وجيت طبقته باللي فوق 170 مثلا مية وسبعين لو اجا شوف مجموع كان بيدي مية وسبعين اكيد طبعا مية ثمانية وشاية يكون موجود منهم ومية ثمانية وعشرين نقص مية وسبعين حوالي اتنين واربعين لما كنتش مخطط فاتنين واربعين دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتنين وثلاثين احط قصادها واحد وعبارة عن ثمانية والبقى كله هيبقى ايه؟ فاجي اضرب الصفر في اي حاجة هينزل بايه في الاخرهندسة فيبقى الاوكتة الاخير هيبقى صفر يعني معنى كده ان انا لما احضره بالاي بي ادرس ده اللي هو بالاصفر في الماسك النتيجة هيبقى كامل؟ دي اسمها نتورك اي دي عنوان الشبكة هلو الكلام؟ اي اي بي ادرس هيتضرب في الماسك وحيطلع نفس عنوان الشبكة يبقى مع الاجهاز ده في نفس الرينج او معه في نفس السابنت نتورك نتورك 96 اعتقد انت دلوقتي بعينك ممكن تعمل مزبوط احسبها كده 1 9 2 2 5 5 زي ما هي 1 9 2 1 6 8 2 5 5 1 6 8 1 2 5 5 1 96 و صفر بصفر فوانس ان النتورك اي دي طلعا متشابه يبقى الماسك عرفني الاجهزة دي في نفس الشبكة او للا لان انا استخدمت اي عشان نحسب الماسك تعالى بقى نصعد الموضوع شويه تمام دلوقتي بقى هقولك بص بقى دلوقتي انا عندي حالة مختلفة انا عندي الماسك عامي كده عايزك تقولي لالتلوقتي او للا نفس اللي احنا عملناه الاول احنا عندنا عارفين ان 1 9 2 او اي حاجة في الاي بي او صدد انتر 55 تنزل زي ايه فهيبقى كده لكن مشكلتي في اخر اكتت لان هو الماسك بتاعه غريب خلي بالك عندي الماسك مش بس او صدد 3 255 ده ممكن يبقى 3 255 دوت 128 192 124 248 252 254 واخر ماسك ممكن يتعامل هو 4 255 بالظبط كده ولازم تمشي بترتيب معين ولازم الماسك يتملى من الشمال لحد الاخر يعني منفشت ليه ماسك 128 255 255 ليه سيكوانس في الماشي كويس؟ طب تعال نحل المثال ده ونشوف دلوقتي لما افتح الاسل تاني واجي بقى ابص على المثال ده بقول انا النهاردة بقى الماسك بتاعي مع الاسف اللي انا بقارن عليه 128 يعني اول بيت فيه بكام بواحد والباقي ده اللي هو الماسك نجرب بقى ال IP Address اللي هو كان مين اللي هو كان اعطاككنا بنتكلم الاول فيه مية وسبعين لما نجرب مية وسبعين هي مية وسبعين فعلا عبارة عن واحد وثنة 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 نيجي نطابق او نعمل عملية الاندنج هنلاقي النتيجة عاملة ازاي واحد صف صف يعني نتيجة مية وثنة 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 اذا الشبكة او ال IP Address اللي هو اسمه 192.168 70 حسنا وهو فقاة البداية الصف البداية 1.2". 921.168 واحد تعال نقرر نفس العملية بس على اي بي ادرس اللي هو الثاني اللي احنا بنقولك معاه اللي ماش معاه اللي هو كام عبارة عن اي 96 والباقي طابق كده اصبحت كده اللي نترك ادي بكام يبقى كده اللي اثنين دول مش في نفس الشبكة لو موجودين مع بعض على نفس السويتش مش عارفوا برضو يتكلموا مع بعض طيب ناخد معلومة تانية بص بقية هندسة الجهاز بتاعنا او جهاز الكمبيوتر وهو شغيل اما بيجي يفكر اما انت تقول له عايز اكلم حد هو بيعمل الكلام ده في الخلفية الجهاز بيعمل ايه الجهاز بيبص على اعدادات الشبكة بتاعته بيشوف ال IP Address بتاعي كام وبيشوف السابنت ماسك بتاعي كام وبيشوف انت عايز تكلم مين ويعمل في الخلفية ال Ending او العملية دي لو لقى ان الجهاز مش معاه في الشبكة بيروح جاي باعت الريكوست المين لو لقى ان الجهاز معاه في الشبكة بيبعت قرب request يسأل عن MAC Address ال IP Address ده انما لو لقى ان الجهاز براش الشبكة بيبعت Arp Request يسأل فيه عن MAC Address الجتوي بص هو في الحالتين هيسأل عن MAC Address طبعا عشان يعمل رسالة ال Arp عظيم لكن مرة هيكون بيسأل عن الجهاز فعلا لو هو معك نفس الشبكة والمرة التانية بدل ما هيسأل عن IP Address الجهاز هيسأل عن MAC Address مين؟ لا بيسأل عن MAC Address جتوي لان هي الجهاز اللي في الشبكة اللي هيطلع بره لحد كده تمام سابنت ماسك عرفني او بستخدمه عشان اقدر اعرف حدود الشبكة عاملة ازاي الحاجة التانية اللي سابنت ماسك ممكن يقدمها لي سكديني كده اعملها سلايد كمان ان انا بقى اقدر ان انا اعمل calculate سابنت ماسك او calculate network size how many bcs inside network هلو كده ازاي بقى هندسة موضوع بسيط جدا لما اجأسألك الماسك ده يستحمل كم جهاز تعرف ترد علي اي اجابة لو مش عارفين دلوقتي مش مشكلة اي اجابة طب عرفتها ازاي اوكي بس انا بقولك انت ازاي جيت 254 بلاش الماك ادرس ده او سابنت ماسك ده عفوا يصبرت كم جهاز طيب عشان ما نطولش الموضوع تافح جدا هندسة موضوع يعني ابسط ما يكون الموضوع اصلا ليه معادلة رياضية بنعملها عبارة عن ايه؟ ان دلوقتي لو انا عايز احسب الاجهزة اللي موجودة عموما في سابنت ماسك معين بقلب السابنت ماسك للشكل البيناري بتاعه فبقول ان معنى اخر بشوف فيه كام واحد و كام صفر في الماسك ده فال255 دي اللي هي الجزء ده الواحده فيه كام واحد فيه كام بت بيساوي واحد والتاني اللي بعده واللي بعده واللي بعده الاخير ده فيه كام بت يعني معنى اخر هل فيه اي وحد طيب هو اجمالي كل دول المفروض يكون كام بت 32 بحسب الاول الوحد وبطرح منهم بطرحهم من 32 فيطلع لي فضل كام اروح جاي يا باشا فتح الالة الحسبة واقول 2 بار 8 حيث التمانية دي اللي هي مين الاصفار اللي موجودة في الماسك يطلع لي كام اطرح منهم اتنين يطلع لي ايه ايه الاتنين اللي طرحتهم النتورك اي دي زائد زائد البرودكاست اي بي النتورك اي دي هو ال اي بي ادرس اللي احنا قلنا ده حيبق اسمه عنوان الشبكة وده ما ينفعش جهاز ياخده وده بيعبر عن الشبكة ككل والبرودكاست ده بيكون عنوان برضو لا يصلح ان انا اخطه على جهاز من الاجهزة ولكن في بعض الاستثناعات تذكر ان احنا بناخد الايه لسه بناخد الاساسيات من فوق اللي انت بتاكتعرفها في اشتاج فيها حاجات تانية اب نورمال من لاش ضعها بيها ما نوجعش بنغلبها دلوقتي فالبرودكاست والنتورك اي دي هم دول الاتنين اللي بيتطرحوا اللي هو في الاخر بيقولك بقى الفالد هوست هم ماتين اربعة وخمسين يعني انا ممكن اجيب ماتين اربعة وخمسين جهاز كمبيوتر وايه وديهم اي بهات جوه الشبكة دي واضح طب قولي بقى الشبكة دي فيها كم جهاز قولي يعني ايه هعمل ايه عشان اعرف صح الاخير عبارة عن مية تمانية عشرين واربعة وستين واثنين وثلاثين يبقى كم واحد هيتحطوا اطرق مجموحهم كم ساعتاشر ناقص كم بيساوي اعتقد تلاتاشر مزبوط يبقى العدد اتنين باور تلاتاشر ناقص اتنين تعال كده نشوف ده كده عدد الاجهزة اللي ممكن الشبكة دي تستحملها طبعا عمرنا هندسة ما هلاقي شبكة بهذا العدد في شبكة واحدة لان ده حيبقى فيه مشاكل كتير جدا على مستوى اداء الشبكة نفسها لازم اقسم الاجهزة كتيرة دي في ايه في عدد ولكن مثال زي ده يتعمل فين احنا مثلا شركة شركة اتصالات وهي بناخد Public IP Address من الشركة او من الايانة فالايانة بتدينا Public IP Address يبقوا بتوعهم الدولة بتاعتنا فعايزين يدونا 100 ألف IP Address فبيجيبو لك ايه بيعمل لك بلوك ويقول لك خده المجموعة دي الماسك ده بتوعك خده منت بقى وزحهم زي ما انت عايز جواه الشركة عندك خلاص زي ما انا دلوقتي عرفت من الماسك استمبت عدد الاجهزة انا ممكن اعمل العكس بقى دلوقتي اللي هو ازاي بالظبط كده لان الاصفار بت ايه بتزيد بالظبط خلي بالك انت اقل ماسك في الدنيا عموما هو ده اللي هو بيساوي كم جهاز بالظبط بتاع جهاز واحد فقط طب لو قلت كده هلاقي ان هو بيساوي جهازين طب لو كده هلاقي ان هو بيساوي اربع مش جهازين بيساوي 2 IP Address لو قلت كده هلاقيه بيساوي اربع اطرح منهم البرودكاست و اطرح منهم ال فهيبقى لي اثنين IP Address بس موودين واحد و اثنين بالظبط كده بالظبط كده فاهمني طيب احنا دلوقتي عرفنا ازاي بدللة الماسك اجيب عدد الاجهازة صح؟ طب ما انا باستخدام المعادلة دي ممكن اعمل العكس ممكن اقول انا عايز اعمل شبكة فيها خمسين جهاز ايه هو الماسك اللي يستحملهم؟ هقول اثنين باور كام بيساوي خمسين واخد بالك دلوقتي اصروع فلاقي ان مثلا اثنين اثنين باور اخليني مسلا نقول كام اقول مثلا acknowledge اثنين باور اغلق الكلام ده خلاص فلاقي ان انا محتاج ست اصفار في الماسك فلاقي ان الماسك بتاعي المفودي باعمل كده عشان اسهل على نفسي باكتب الايه بدل ماكتب تمانية 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 انا كتبت دول لان انا عارفوا ما يعاوضوا كامل بس اخر واحد خطيت فيه بس ايه الوحيد بالظبط واجه افكر هو ده هيتحول للمسك الاخير فهلين هو بيساوي مية تمانية وعشرين زائد الاربعة وستين يعني بديني كام مية وتسعين لما اجي اقول اتنين باور ستة او اللي هو بقى اجرب الحل بتاعي خلي بالك خلي بالك انت مش هتقدر تجيب خمسين بالظبط يا اما تعمل شبكة فيها اتنين شبكة فيها اربعة شبكة فيها شبكة فيها اثنين او شبكة فيها آسف ستة شبكة فيها اربعتشر جهاز اه يعني هي لها حزب كده فاهمني يعني هي لها ايه ستاندرد فانت بتشوف الاعرب وبتروح له في السابنت ماسك بقى في حاجة اسمها الفيكسد لنس سابنت ماسك والفاريابل لنس سابنت ماسك ودي برضو يعني انت لو فهم الكلام ده تدى بقى تفكر فيها تقول بقى ايه انا عايز في الشبكة اللي هي 19281.0 بالماسك ده اقسم الشبكة لشبكة فيها 126 جهاز وشبكة فيها تانية صغيرة فيها 32 جهاز او 64 جهاز وشبكة فيها 32 وشبكتين فيهم 16 واخد بالك من اللغبطة اللي بتحصل دلوقتي تعالى تعالى بص انت لحد دلوقتي الدنيا واضحة ولا تماما في بقى حاجة عندك في السابنتينج ودي بتلغبط الناس في السي سي ان هي اسمها الفاريابل لنس سابنت ماسك خلي بالك هندس سايزول لك حاجة انا شغال في المجال بالي يصدق في 10 سنين تقريبا يا باش احنا بنفتح قلة حسبة بنشتغل عليها ونجرب فهم قصدي انما هو الغرض اللي امتحان عشان بس يدمن ان اللي داخل ده مش هيبقى اي حد كده وخلاص وحيحفظ هو بيحاول يختبر في حتة ايه ساينتيفك شوية ولا هي ولا ساينتيفك ولا حاجة يعني بس يعني هو يعقد الدنيا شوية على الناس عشان مش كله هينجح اصلا ومش اي حد هينجح يعني فهم قصديك عموما الفاريوب اللي انت صابت موسي طبع عن ايه انا بديك شبكة وبقولك بص اي نيد تمن شبكات اول واحدة مية ستة وعشرين بسي تاني واحدة اتنين وستين بسي تالت واحدة تلاتين بسي رابع واحدة ستة اربعتاشر بسي واخر شبكتين كل واحدة منهم فيها ستة اجهزة قسمهمي قل لي الشبكات دي كل الشبكة من دي هتدق منه وتنتهي منين فتبدأ وانت بتحسب تحسب من الكبير للصغير خلاص فتقول مثلا عشان اجيب صابنة موسك يدعم مية ستة وعشرين جهاز يبقى انا محتاج في الموسك ده يكون فيه اتنين باور كام سيساوي المية ستة وعشرين هلاقي ان اقرب موسك اتنين باور سبعة يعني الموسك اللي هو متل خمسة وخمسين متل خمسة وخمسين دوت واحد اتنين تمانية كويس المثال اللي بعده اتنين باور كام يدين اتنين وستين هلاقي اتنين باور ستة مظبوط او ايه معي هندسة او لا معي او لا في حاجة مشواضحة شفت اتنين باور سبعة فعلا طالع بكم بالزبط اتنين باور ثمانية دي لا هو الماكسما مش اتنين باور ثمانية الماكسما ممكن يوصل اتنين باور ثلاثين لو انا بتكلم في موسك كله صفار احنا هندسة في الفايرول لما بنقول الاو احمد تو كول اني عارف بنعبر عن اني دي ازاي عشان اقول له يعني اي بي ادرس اي حد بعبر عنه كده ده لو ضربت في اي حاجة حيماتش اي حاجة لو ضربت اي اي بي ادرس في المسك ده هيطلع بكم كله زيرو فحيماتش في الشبكة دي فحيقلاه خلي بالك السبنتينج مهم للناس اللي بتشتغل على الفايرول بيعملوا عليه يعني بنستخدموا في الرولز او ان احنا واحنا عشان البرميشن عشان اقول مين يقدر يكلم مين لو عايز اقول اسمح لاي بي ادرس واحد فقط يطلع بكتبه على الفايرول كده اللي هو بيساو كم اسمح بواحد طب عكس اسمح بواحد ايه اسمح بالكل مزبوط فاسمح بالكل كده والموسك بتاحها كده ممكن نلغي دلوقتي من حسابتنا وهنشرحها في الصلاة الجاي احنا دلوقتي في ايه احنا دلوقتي بنقول احنا دلوقتي في حاجة اسمها البرميشن معناها انه يجيب لك شبكة واحدة ويقول لك اسمها لي لشبكات غير متجنسة في الاطوال هلو كده ويديك بالزبط فيقول لك انا عايز اول شبكة من النوم خلي بالك كل الشبكات دي في الاخر الهندسة هتبقى موجودة وشجلة مع بعض بس تختلف في الاطوال بتاعتها عشان استخدم ال 256 ادرس اللي هنا دول امثل استخدام ممكن خلاص خلاص فيقول لك انا اول شبكة بكام بجيب منها الاول الماسك اعرف هو الماسك المطلوب يكون كام الشبكة التانية بكام فجبت برضو الماسك عن طريق ان انا بعكس المعادلة اللي هي 2 power in بتساوي كذا لا المرات دي بالنسبالي الرقم اللي في الباور دا يعتبر ايه مجهول طب الجهاز اللي بعده او الشبكة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها نفس الكنسة يعني برضو بنلاقي بقى ان اللي بعدها دي المفيد يكون فيه عندي اتنين باور خمسة في الماسك مظبوط واللي 14 اتنين باور ستة والستة دا في الاخر اعتقد انا فيه عندي مشكلة اتنين باور سبعة ستة اه اربعة وهنا هيبقى عندي اتنين باور ثلاثة واخر الشبكة برضو هتبقى اتنين باور ثلاثة وممكن يصعب عليه ويقول لي بقى لا انا عايز اخر شبكتين كل واحدة فيها جازين بس هتلاقي اتنين باور ثلاثة مرة واثنين باور ثلاثة مرة واثنين باور ثلاثة مرة مفيش مثال بيجي بهذه الصعوبة بس انا برشح مثال صعب عشان تبقى اصلا لك الدنيا فانا كده اول حاجة ما احنا نكتبهم اتنين خمسة خمسة اتنين خمسة خمسة اتنين خمسة خمسة دوت واحد 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 ثلاثة صفار بالظبط هيكون دوت 16 لا مش هيكون دوت 16 انت بتحسب الوحاية دي بتعوض عن كامل فحتلاقيها بتعوض خلي باك بص حاجة بالظبط فالتوتل 16 يعني هيبقى 128 هيبقى 240 تمام تمام حلو التلاتة دي بتعبر عن عدد الاصفار اللي في السابلة ماسك مش عدد الوحاية بالظبط نركز هنا احنا هنا شلنا ايه نشلنا الواحد والاثنين والاربعة والثمانية الواحد والاثنين والثلاثين والاربعة والستين وفضلنا بس مين؟ بالظبط طب اللي فوق ده تعال كده نحلله سوا طالما شايف 4 صفار او 24 فواحد من ثلاثة اربعة واحد والبقى 4 صفار ده بالنسبة لي هيساوي كام؟ 128 64 192 192 32 24 حلو تمام قاسف 42 عفوا 240 اللي تحت مش 48 قاسف اللي تحت عدد تبقى 8 عفوا اعذرني انا شخصيا بطلغبط تمام؟ اللي فوقيها بقى اللي هي 30 انا حلتها هي خلاص 30 يعني عايز كام صفر في الماسك؟ او كام او اسف كام صفر في الماسك؟ خمس اصفار في الماسك؟ انا ما عليش انا اللي بتلغبط انا اللي تلغبط ف 2 power 5 بقى عندي كام صفر في الماسك؟ بقى عندي كام صفر في الماسك؟ من 30 او اعلى من 30 فجربت الآلة الحزبة قلت 2 power 3 8 2 power 4 لا 2 power 5 اقل اكتر من ايه؟ فهمت قصني؟ طيب ندخل بقى في المرحلة اللي بعد كده انا عرفت اول حاجة ايه؟ مش حمسة حاجة لا انا كده كده حبعدتها في البرزنتيش ما تدقاش انا الاول يا هندسة حددت ايه؟ الماسك اللي يدعم الاطوال ديت ابدأ بقى احضر الشبكات دي احضرها او اجهزها ازاي او اعملها بقى ازاي ان انا هقوله بص بقى احنا اقول شبكة عندنا انت كنت تطالب 126 جهاز تحت امر حضرتك احنا هنقول ان 126 ده سيبدأ 19218 واحد وط صف بالمسك ده بدايته هتكون من صفر ونهايته هتكون من 128 نهايته هتكون 127 خلاص الشبكة اللي بعدها مش هتبدأ بقى من اي رقم من اول الصفر لحد 127 من 0 المية لا ده الماسك بص يا هندسة ده الماسك بس ده حلو والصفر احنا بنعده معنا فعد من صفر وعد وراها 128 هلاقي صفر واحد اثنين ثلاثة اربع لحد 127 انا بعد من اول صفر تمام بص يا هندسة احنا قولنا دلوقتي الشبكة دي حيكون فيها كم اي بي ادرس كتوتال انكلودنج ال اي دي والبرودكاست الصفر محسوب معنا صح؟ لا محسوب لا محسوب كتوتال كعدد اجمالي هو في الحزبة لا 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 بص الصفر بيتحسب معنا اديك دليل على كده؟ لا بص يا هندس النتورك اي دوت احنا مش قولنا ان انا الماسك بتاعي مثلا اللي هو 255 255 255 ضد صفر يديني كم فالد اي بي ادرس؟ متاح للإستخدام؟ 254 شيلت بس هما كلهم يدوني كم ادرس؟ 256 ادرس هندس ازاي؟ الصفر ده معنا الواحد معنا بالظبط بالظبط فانت حاول تحسب فوق يعني من اول صفر 128 اي بي ادرس فهتلاقي الصفر معنا هتلاقي ان انت اخر اي بي ادرس هيكون 127 ال اي بي ادرس بتاع الصفر والمية 27 مينفعش تحطه على اجهزة لان واحد منهم هو مين؟ بالظبط الشبكة اللي بعدها لما هتبدأ هتبدأ من ال اي بي ادرس دوت بس بالماسك ده تمام؟ خليني يا باشا كده احسب حاجة بعد اذنك انا كنت فاكر ان انا اقدر اعرف اخر الشبكة ازاي اوه مصلي على النبي اي باشا؟ اه هو هي class A و B و C بس الكلام ده كله ما بقاش دلوقتي بنشتغل به في الشبكات انت ممكن تلاقي اي بي ادرس في class A بس واخد سابنة ماسك تبع class C ده بقى عادي ده برحب اولا سبب استخدام class الزماني هندسة ايه؟ ان ما كانش فيه concept subneting بهذا المنظر ان كانت الروترات ما بتفهمش ال customized subnet كان الروتر لما بيشوف ال IP بيديه بشكل تلقائي ده حاجة اللي علاقة بال CCN ايه؟ كمحتوى بس انا عايز اقول هنا ايه ان انت ممكن عشان تعرف اخر الشبكة 128 وتجمع عليها ايه؟ 64 ناقص واحد فلو جينا كده غربنا 128 زائد 64 ناقص واحد الاقي ان الشبكة ده البرودكاست بنتهي فين؟ 192 او 191 ازود عليه واحد لبداية الشبكة الجديدة بس المرادي بالماسك اللي هو كام؟ اللي بيديني 30 جهاز اللي باده ترجمة اكثر شبكة المرادي بالله مصحة الشبكة اللي بعديها عايز اعرف الشبكة دي بتنتهي فين؟ سأقل له 192 زائد عدد الأجهزة ناقص واحد سنتهي فين؟ يبقى الشبكة اللي بدأت تبدأ فين؟ اللي نقصناه ده عشان نجيب آخر الشبكة فكده أنا هقول إن الشبكة دي بتبدأ من 192.168 192.190 وبتنتهي ب 192.168.123 بداية كل واحدة نهايتها أزود عليها واحد تبقى بداية الثانية خلي بالك أن داس عايز أقول لك حاجة اللي انت شايفه ده ده مش النهاية ده الماسك هو دلوقتي بس الماسك متشابه لكن ممكن ما تلاقيش كده في الواقع يعني انت بس معليش ما تتلغبطش في دول فاهمني؟ هو قدرا هم ممتشابين بس مش ده الحقيقي فاهمني؟ طب أنا منين عرفت إن منزيله المية سبعة وعشرين جمعت فوق الصفر عدد الايبهات كتوتل ونقصت منهم كام؟ هنا عرفت إزاي جمعت ونقصت واحد هنا جمعت ونقصت واحد هتشوف بقى إن ده مش هيحصل في آخر مثالين تعال نبص مع بعض أو آخر شبكتين الشبكة اللي بكالة الهاتف 16 اللي هي الماسك بتاحك كان دوت كام دوت 240 مزبوط هتبدأ من الرقم كام؟ والماسك كام؟ والماسك كام؟ فيها كام جهاز توتل 16 يعني بتنتهي 224 زي 16 مقص واحد 239 يبقى الشبكة اللي بعدها تبدأ فين؟ ده قادرا برضو بتتشبه مع الماسك اللي فوقيها بس الماسك بتاحها دوت كام؟ الشبكة اللي بعدها دي كان فيها تمن أجهزة أو فيها ست أجهزة بص هنا بقى الشبكة اللي بعدها بتبدأ بتبدأ بكام؟ وبصد الماسك بتاحها كام؟ هل دي علاقة؟ بالشبكة اللي بعدية؟ ما هو نفس السابنت ماسك لان انا طالب شبكتين بنفسي ايه؟ اجمع بقى فوق دي تمانية ناقص واحد اجمع بقى الشبكة يعني انا بحاول اعرف هي نهاية الشبكة دي هتبقى فين؟ مزبوط جبت الرقم اللي هو بدأ بيه الشبكة وجمعت عليه عدد الـ IP addresses اللي هي عموما ممكن تبقى موجودة فيها وطرحت منها ايه؟ وطبعا دي اخر الشبكة خلاص مفيش اي حاجة تانية بعدها فكده انا وزعت الـ IP هات اللي موجودة في الشبكة على اكتر من ايه؟ من شبكة تمام كده؟ انا بص على القناة على القناة يعني لحد هذه اللحظة ما نزلتش فيديو عن السبنتينج كان حاجة بس ما كانش يعني كان سياق حل الاسئلة ما كانش شرح بهذا المنظر تقيمني؟ هتمنى بس ان الكلام يكون واضح لحد دلوقتي خلاص؟ انا عايز بس اقول لك حاجة كمان عايز تنسيها مفيش مشكلة ما عندش اي ازمة بس ده يفسرلك ان انت ممكن في بعض الشبكات هندسة تلاقي الـ IP address ده موجود وتلاقيه موجود على الجهاز عادي جدا ده في حالة لو الشبكة مسلا شغالة بالماسك ده ساعتها الصفر اصبح ايه؟ اللي هو الصفر ده انا بقولك الـ IP address ده ممكن يبقى جهاز عادي بس مين اللي يسمح بكده لو الماسك يسمح بكده؟ لان ساعتها هندسة الشبكة ده هتكون بتبدأ من الـ IP address ده وقت لحد اخر IP address ده هتكون كده مستعب؟ لا انا قصد ايه؟ بص حدير كده الـ IP address ده او بص على الشبكة دي بالماسك ده تقدر تقولي الشبكة دي فيها كم جهاز؟ لا هي مش ضرب هي مبتتحسبش كده هو انا بشوف الماسك فيه كم صفر؟ انا بعمل اتنين باور عدد الاسفار اللي موجودة معي؟ صحة ولا ايه؟ هو ده الحزبة الصحة هندسة اتنين باور N ناقص اتنين حيث الـ N هي عدد مين؟ الاسفار الموجودة داخل السابنت ماسك بالضبط كده ويعني انا اقولك حاجة انا يعني اللي شرح الموضة ده كان مهندس اسمه عادل الحميدي ده كان بيشرح شبكات من سنة مثلا 2011 او 2012 جزاء الله خير على كل كلمة علم كان بيشرحها وبينزلها مجانا انا عارف الطريقة دي منه انا عارف الطريقة دي منه فيعني جزاء الله كل خير والله الله يبرك فيك الله يبرك فيك تمام؟ اللي انا بس عايز اقوله ايه ان انت وارد في الشبكات تلاقي ان في جهاز في الشبكة واخد IP Address ضد صفر ما تستغربش بقى ساعدة فاهمني؟ ليه هو قدر ياخد الصفر كIP Address لان سابنت ماسك سمح له ان ده يحصل واضح او لا؟ وممكن ياخد المثال 55 لان الماسك سمح له سمح له موجود معا اتمنى كده يكون الكلام واضح وايه؟ خلاص في حاجة تانية مش واضحة اوضف للكلام ده حسنا طيب لازي انا وياك هو هيا بص هي السل السل هي هو السل اللي يتطلع واحدة واحدة يعني احنا انا ممكن فعلا تكون فيه كورسات ذاكرتها اكتر من مرة وكنت ذاكرها اول مرة ما كنت افهم اي حاجة بصراحة بس لما اشتغل شوية او اشوف الحاجات ده بشكل عملي وارجع اقرأ الكلام تاني اقول انا فاكر الكلام ده انا شوفته بعناي انا الحمد لله حسنا 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 بهزن الرحمة الحمد لله